الدولار متوفر بالقطاع المصرفي اللبناني والمصارف عم تلبي طلابات الزباية بشكل غير متوقع ومع بداية الارتفاع الجنوني الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية مع بداية الأسبوع بدأ دولار السوق الصوداء صباحا اليوم بالتراجع تدريجيا حيث وسجل حتى الساعة 28 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد فما هو السبب وراء الانقفاض المفاجأ لسعر صرف الدولار وهل هناك صفقات انتخابية تدور بالكواليس؟ بهمنا هو فعلا السيولي بالدولار الموجودة بالقطاع المصرفي وهالشيء من أكد عليه أنه موجود أشار الخبير الاقتصادي نسب كابريالي موقع النشا أن التعميمي 61 كما مختلف التعميم السابقة صدر للجم تدهور سعر صرف الدولار في السوق الموازية والذي شهد ارتفاعا كبيرا في الأسبوعين الأخيرين ولفت جابريال إلى أن كل التعميم والقرارات التي يصرها مصرف لبنان تهدف إلى لجم تدهور سعر الصرف ولكنها تبقى تدبير مرحلية مؤقتة وهي في الواقع تستنزف الأحتياط بالدولار لدى المصرف المركزي فعليا فإن هذا الانخفاض الكبير للدولار ارتبط بإجراءات جديدة أحدثت خطة كبيرة في السوق ووفقا لمعلومات موقع لبنان 24 فإن العديد من المصارف بدأت بمنح الأفراد والشركات دولار الفراش بشكل مباشر وبمبالغ كبيرة وبحسب معلومات موقع لبنان 24 فإن أحد المصارف الكبرى سمح للشركات فقط بإيداع أموال بالليرة اللبنانية في الحسابات الخاصة بها ومن ثم تحويل تلك الأموال إلى دولار وفق سعر منصة صيرفة ندعس على البنزين وعلى الفرام بنفس الوقت ونضخ ليرا بنقوله أن الناس عاووا نسحبوا ليرا من الوقع وبنفس الوقت بنركض وبدأ نسحب أيدي ليرا من السوق عن طريق خسارة القياطة العمولات الأجنبية عن مصرف لبنان يعني خسارة ما تبقها من أموال المياه من ناحية أخرى رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج ألبراكس في تصريحا أن تراجع أسعار المحروقات اليوم سببه انخفاض سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية وتزامنا مع الانخفاض الملحوظ لسعر صرف الدولار في السوق السوداء وانخفاض سعر المحروقات يبدو أن سعر ربط الخبز أيضا سينخفض اشتركوا في القناة